اهلا وسهلا بحضراتكو حديث القاهرة الموازي الموطق المحقق المدقق في بورصة الكلام وخالد البرماوي اهلا يا خالد مساء الفول يا خالد والحمد لله على السلام الله يسلمك بداية اسبوع قوية مليانة احداث كتيرة وطبعا الرياضة غالبة وده باين جدا في بورصة الشخصيات معانا رحمد الشناوي يمكن لأول مرة من فترة كبيرة جدا يمكن حتى لما كان قليب يكسب كتير في الاسب كيف حاجة واحدة فالاسب طبعا لانه والنهاردة احنا مش عارفين يعني نشكره على ضربة الجزاء اللي صدها ولا يعني نعذبه على الجون اللي دخل منه سامح شكري سيادة السفير على خلفية قمة الاتحاد الافريقي اللي هو موجود فيها سيادة الوزير على نيابة عن الرئيس وفيه كلام كتير وقع كتير جدا ليه علاقة بترد مسؤولين اسرائيليين من القمة هنشوفها ونحقق فيها ونقول ايه اللي حصلت فيها بالضبط كريسيان اتسو اللاعب اللي توفى النهاردة اللي اكتشفوا انه تحت الانقاض استخرجوا جسمانه يعني ومعانا قصة ايه اللي حصل ليه قالك تم انقاذه وليه قالك بعد كده توفى ويه الدكتور اندريا زاكي من الشخصيات اللي دخلت معانا في البورصة هو الرئيس الطائفة الانجلية بعد انتخابه امس خيري وكانت من حيث هو شخصية محبوبة جدا وشخصية محترمية جدا وعالم كمان يعني تشوف الادراسات الدكتوراه والماجستير اللي عملها يعني بتقول انه مين رقم خمسة؟ طيب رقم خمسة بروس ويلز الممسل امريكي الشهير 67 سنة وتقاعد وعنده مرض هنقولكوا على قصته برضو ايه اللي حصل فيها لان دي كانت واحدة من اعلى القصص اه على مستوى الصحافة المحلية دي بورصة الصحافة المحلية بورصة ترند الصحافة طيب ترند الجاد او ترند القصص اللي كانت مطار اهتمام وتعليقات كتير جدا الواقعة دي ايه الواقعة؟ وزير الصحة دكتور الخارج غفار صحي يا خيري ونزل بالاميز بتاعه والمسك ودخل على صحة شيخ زيت وفي الطبور وخطة زكرة وقعدنا وحدتين الحصري؟ وبعد كده راح لوحدة الحصر الحصر دي واحدة خاصة؟ لا وحدة الحصر دي مش خاصة هي مكتبع مدني اه اكتبع لو هي تبع ماسج الحصر ايوة بتاع ماسج الحصري ايوة بس مش خاص يعني مش اه لا انا اقصد مكتبع مدني لا وايه ما يخدلك دخل في الحصري دخل لعائدات الاسنان ايه طبعا فدخل وقعت معاهم بقى وقعت بقى وانتم بتعملوا ايه ووروني حضورك وانصرافك وجدولك وبروتوكولات العلاج وكمان لما دخل على الوحدة سأل على اسعار التذاكر وعلى التوقيت بتاعها وعلى الدكاترة واللموجودين انا هنا عندي بس ايه يعني هي حركة لطيفة لطيفة لا بالعبس ده بيتابع مجرد احنا بنطلب المسؤولين انهم يتابعوا بس انت شايف هو كوزير ده دور ينزل يعمل زيارة مفاجأة دي بقى ده زيارة متخفي هي مش زيارة مفاجأة وبس لا مع متخفي هيعرفوه طبعا في حتة جيمس بوند كده لكن لا هو بيشوف في نفسه على ارض الواقع ده شيء كويس يعني انت مع ايوا رايح اماكن اصلا انا احس ان دي يعني شوية ستناتي سبعينية لا ان انا اتخفى وانزل لا هو مش متخفى ولا حاجة دكتور لا اه هو متخفى يا استاذ سواني بس في حد في وزارة بيشتغل في مجال الصحة ما هيعرفش دكتور خليد عم غفار هم قالوا كده هو راح بدون اختار لا بدون اختار وبدون ان يتعرف عليه ده مشكلة هم اللي قالوا كده ايوا ده مشكلة الراجل انا مالي طيب يعني انا اذا اقول لك هم هم اللي قالوا كده انا استغربت لما لقيت البيان اه قدام دكتور خليد عم غفار له ومن ظهره هاعرفه دكتور حسام المتحدث الرسمي هو اللي طلع وقال كده قالك ما اختارش نزل كده في زيارة بفاجة لا لم يختر وبدون ان يتعرف عليه العميل اه ده عب الراجل مع انه غريب غريب اه دكتور خليد يعني باش دي كانت الوقاعة اللي كان عليها جدل كبير جدا جنات برسعيد اصدرت حكمها النهاردة بالاعدام على الفتاة قاتلة او المشتركة في قتل والدتها مع شيئها اللي عنده خمش سنة ورشو تبعته القصة طبعة لا ايه هي ده مصر كلها بتتكلم فيه ده كانت حديث القاهرة على مدى حلقات نهاردة الحكم اهلاء كانوا موجودين يا خيري وكمان والدها كان موجود ووالدها اسقط الدعوة دعوة الحق المدني تنازر تنازر عن الدعوة بالحق المدني لكن الحكم بالاعدام ربنا يكون فعونه انا مستعبان عليها حاجة في الدنيا غير اخوتها والدها طب اللي هو قلبه ممزق ما بين مراته وما بين بنته طيب انسومنيا المهرجان الخاص بالالعاب اللي بتعمل لرابع سنة كان ترند على كل الجماعة الجمر صراحة انا عرفت الترند ده او لقيته من دكتور محمد فتحي اساس العلامي الشهير لما لقيته خد ولاده وراح هناك بصينا لقينا لا ده حدث مش بسيط رابع سنة يتعامل فيه جواز بتصل الى ربع مليون جنيه كانت ميت الف عشان برضو يلا والتي لي ربع مليون عشان كده محمد فتحي راح اه راح وكان فيه ابو الأنوار واحمد سانتا والاتنين دول على الفكرة نجون كيفاك جدا في الرهاب هما اللي عملوا الأغنية في الكاستوم بلاي او الكوس بلاي اللي هو بتلبس لبس شخصيات اهو ده فين بقى ده في مدية نصر في قاعة فأرض المعارض مدية نصر ده شيء كويس جدا صالة 4 مصر فيها فعاليات كتير الايام ده انا مفصوط جدا بداخل لأ والجيمز كمان قد تتكلم على واحدة من الالعاب اللي عليها تمام كيفاك جدا جورج واسوب بعد تقريبا شهر من وداع ابنه أقل من شهر كمان طلع بأغنية والأغنية دي كانت تريند والأغنية دي اسمها نص عمري وكانت مليانة صور الأغنية كانت مبارح لكن تريند من النهاردة ليه مبارح في مصر وكان الفنانة أحلام كانت تريند ليه بقى طلعت طبعا هي تريند طبعا تعارف هي أحلام في أي مكان بتبقى تريند هي طلعت في ليلة في حفل اسمها الليلة الماسية وهي كانت لبس حلق يعني تقدر تقول عليها حلق ماسي شايف الناس عارت باتتكلم عن حلق وده أنا قادرة تشيله ازاي ده ده نجفة حلو السؤال ده ما بين الأغاني رياحت ولبسة حلقة صغيرة آه بس خبرة كوة ده كله يعني أنا بقعد أستمر بيصعب عليها السيتات والله يا خالد في اللي بيعلقوا في ودنهم أنا بيصعب عليها في الشتاء قوي لما يعني بيبقوا لبسين كعب عالي ولبسين لبس خفيف يعني لبس كده لبسه قصير أصدق لبس خفيف أنا أنت بتصعب فيها قصير أنا سعب فيها لبس خفيف ماشي مين قالك النوم خفيف مالنجز متقلين تحته واحدة من ده كان شعبي جدا آه رغم أنه سياسي بس كان شعبي ليه الوافد الإسرائيلي تم الشاماتة فيه النهاردة في القمة الإفريقية وخرجوا خرجة أو طردوا بمعنى الكلمة تعالي نشوف الفيديو ونبص على تفسيرات الطرد أو الخروج ده طيب إيه اللي حصل زي ما أنتم شفتم مسؤولي الأمن في قمة الإتحاد الإفريقي بيخرجوا شخصيتين مين هم أو ليه ده السؤال اللي احنا نحاول نجاوب عليه وبشكل إيه بقى؟ محقق وموثق المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قال لك إسرائيل تنظر بقلق لطرد نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية بالرغم من وجودها بصفتها مراقبة وامتلاكها دعوة الدخول هو بيقول كده لكن مسؤول بالاتحاد الأفريقي وللوكالة الفرنسية وكالت الأنباء الفرنسية قال إيه الدعوة وجهت حصرا لسفير إسرائيل يعني وجهت لسفير سفير إسرائيل في الاتحاد الأفريقي والعضوة التي طلب منها المغادرة لم تمتلك دعوة خاصة في نفس الوقت المتحدث باسم رئاسة جنوب أفريقيا قال لك على إسرائيل إثبات ادعاعتها بتسببنا في طرد الوفد ورينا بقى ورينا الدعوة للناس دي خلت بيها الموضوع بسيط قوي طلع الدعوة هي مش دعوة مش أبنبو فيها هو أي حد دعوة باسم الشخصية فدي كانت من القصص اللي كان عليها جدل كبير واهتمام كبير وزي ما وعدناكم نجيب محقق وموطق طيب الفنان الجميل العظيم من سنة بيعاني بس هو وقعيا من أكتر من سنة عنده مشاكل ولو شفته أفلامه في آخر 3-4 سنين فيه يعني جهد كتير زهني جمله هتلاقوه دايما قصيرة ما بقولش جمل طويلة لأنه كان بينسى لحد مارس اللي فات عيلته قالت إن هو بيعاني وعنده متاعب صحية ثم النهاردة إنبارة تحديدا أعلنوا في بيان رسمي إنه هو مصاب بالخرف الجبهي أو من الليمين الصدغ ليمين يعني إيه الخرف الجبهي بقى طيب بوس ده مرض بيسيب جزء من المخ وبيخلي العدم القدرة على الكلام أو التفكير بتبقى بطيئة جدا لا بس الخرف معناها إن فيه جزء عنده بيخليه ما يفتكرش أسياء أو يقول كلام فيه تخريف يعني خرف زي شيخوها ده ده اسم المرض لكن أنا بقول أنت بتسأني على عراضه عراضه إيه؟ هم ببقاش قادر يقول جمل ما بقاش قادر يقول جمل كاملة يعني ممكن يبقى الجمله عنده وعارف معانيها بس مش قادر أو ممكن ينسى حتى الكلام نفسه معاني الوردينج نفسها بتبقى ناسية ربناش فيه يعني طبعا واحد من الفانيين وعظام اللي احنا كمصيرين وعرب بنقدر له فيه الكونغو حصلت وقعة غريبة جدا ده كان ترند نسائي كاروي وآخر حاجة ممكن تتخيلها أن الجنس الناعم يمسك الحكم ويعمل فيه مفتريين شفتهم يا خاري طبعا شفت طبعا ده دلوه علقة عدمول عافية بس الاتحاد الكونغو وقف اللاعبات وبيحقق في الموضوع يجب يشتوبهم أصلا يعني مشهورة جدا يا خالد عايز تقول حاجة هناخد الأهلي اتفضل الأهلي نهاردة كانت من المباريات العظيمة جدا للأسف يعني أداء غير طيب وانت كنت كلمت عليه لكن الناس كانت بتسأل على الشجار اللي حصل في نهاية المباراة إلى الآن مفيش بيان من الاتحاد الأفريقي وان كان الزملاء في الوطن بيقولوا ان هيبقى فيه تحقيق لان فيه ادعاء ان الطبيب راش بنج على وجه محمد عبد المنعم لما شافوا الشناوي راح وبدأ يشتبك معه أثناء المباراة في الديا واحد وثمانين ثم في نهاية المباراة كمان بعد نهاية المباراة أثناء لو ده تصرف الطبيب ده لازم يتشطب طبعا طبعا قال ايه بقى كولر قال لك المباراة وقيمت في أجواء صعبة وفجئنا بوجود الجمهور العنيف رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور و الحكم كذلك أنا كنت مستغرب من قصة الجمهور بس يعني أنا شفتك كنت بتكلم في الأول على التشكيل ومعظم الانتقالات بتكلم برضو على السوشيال ميديا على التشكيل لأن النهاردة كانت تعليقات كتيرة جدا منشور خدوا بالكم عشان بدوا ينلحق بسرعة الشائعة قبل بدايتها أو الأخبار فيه منشور لحساب اسمه الهلال والحساب ده فعلا موثق وبيقول يعني هنا أم درمان هنا المقبرة انت وتاريخك طيب هل ده حساب لنادي الهلال رسمي؟ لا رغم أن سبحان الله بقى يعني في السودان الشقيقة هتلاقي العجب هتلاقي حساب جماهير الهلال موثق واخد ختم رسمي بينما حساب النادي نفسه يا خيري لموثق ولا واخد ختم رسم فده آه أهو يعني بص يعني احنا الزملاء عدنا نحاقها في الموضوع عشان نشوف أهو ده حساب الهلال الرسمي 128000 وغير إيه موثق تدخل على حساب الجماهير أهو حتى هو مسمينه إيه؟ صفحة الهلال من أجل جماهير الهلال آه عليه مليون وحوالي 20 ألف دي برضو من حاجات عشان برضو الناس ما تفتكرش أن ده الحساب بتاع الهلال ده مش حساب النادي تعليقات كتير وضوط فعل كتيرة جدا غاضبة كابتل أحمد شريمير بيقولك لا شكل ولا لون ولا طعم هزيمة مستحقة للأهلي الفنان العظيم نبيل حلفاوي بيقول شوط تاني سيء تأهل الأهلي ستحسنه المباراة القادمة أعتقد يوم السابت الجاي سانداونز مباراة خطرة جدا وبعد ثلاث يام مباراة السودان وقال لك بشرط أن يغير كولر قناعاته فيستعين بالأكتر فعالية في المباراة ولا يتأخر فيه تغيير صحيح ثبت عقمه القبطان عنده رؤية رياضية عظيمة مين؟ القبطان نبيل حلفاوي بس انت معاه فكرة أنه هو يثبت التشكيل لأنه فيه ناس بتكلمه ومش منطقي أنه في كل مباراة يلعب بيعمل تغييرات كتير بيلعب كتير أو في الفرقة بزيادة طبعا لا وفيه حياة مش منطقية هو بس مزنوع عشان الوقت والمباراة فبيرايح اللاعب فضل يعني عبداللطيف بيقولك لأول مرة من 8 سنوات الأهلي يخسط 3 مباراة على التوالي في مختلف البطولات عمري نجيب للمناسي الرياضي بيقولك مرفت للنظر الاندياة المصرية لأربعة لم تفز حتى الآن قريا صحيح الأهلي لعب مباراة واحدة لكن حتى كمان مباراة بيرامدز وفيوتشور غدا نتبقى مباراة فريقتين مصريتين فحتى وحد فيه مكسب مش بكسب على فريق أجنبي عمر صراح بيكلم بيقولك سينابي مشابه للسنة لفاتت الأهلي برضو بعد ربعات الهيل السعودي وحصل البرونزية لعب الهيل السودان لكن المباراة اللي فاتت كانت تعادف بس فدي يعني أهم القصص اللي معنا وآخر حاجة بقى القصة بتاعت كريستيان إتسو لا ممكن تقولها لنا في جملتين بس هو لا ما فيش هو الفكرة كلها الاتحاد الغاني والاتحادات الاسمية طلعت النهاردة طلعت بعد الزلزال وقالت إنه تم إنقاذه لكن للأسف ده ما كانش صحيح يبقولوكم ليه كده لإحنا جبنا يا خير الكلام لو قلنا تم إنقاذه فهنا جبنا حاجة توصق عشان بعض الناس ما تقولش إن إحنا بنين إلا إحنا جبنا التوسيق ثم بعد كده هم تلعوا نفسهم وقالك إن قالك ده ده البيان ده لما قاله تم إنقاذه وراح المستشف لكن للأسف خبر تم إثباته من تأكيده بتاعه الوكيل عماله والنهاردة الاتحاد الإنجليزي كان مهتم جدا بيه وبالمباراة ده ده طبعا توم هانكس وأستون فالا وإيه تاني بس بس وليفربول فاز 2-0 على نيوكاس وليفربول كسب ومحمد صلاح كسب بس أنا عايز أقول حاجة لإعلام في حالة من عدم النشر الكتير والاهتمام بمحمد صلاح مؤقرة يعني يوم مرة على فكرة يلاقي مباراة لمحمد صلاح ومش موجود ترند علشان جالهم إحباط برضو ما احنا بقالوا قاعدين يتغلبوا يتغلبوا راجل قدم الساتة والحد والتين والتلاتة والتلاتة طب هو ماله لما يرجع الاربع والخميس هستقبلوا دورتنا خالد شكرا جدا هنتلع فاصل بعد الفاصل حوار خاص جدا ما دكتور سامبرو